شخص لا يتقبل الانتقاد ولا يقبل النصيحة السبب الرئيسي هو بيحاول يكون بيرفكت في كل شيء وبيعتقد أنه إذا طلعت عليه أي خطأ بسيط أو أي شائبة فهذه رتش رخ صورته أمم الناس هذا الإنسان بحاجة أنه يتقبل عيوبه وكيف يتقبل عيوبه أنه يتعرف أي شيء الميزات الكبيرة اللي عنده أنا شخصياً بسمع انتقاد كثير من آخرين وأتقبل بصدر رحب لأنه أنا واثق من نفسي وما عندي مشكلة فيش حدا بيكون بيرفكت شيء طبيعي أنه أوصف بصفات سلبية واحد اثنين ثلاثة وأتقبلها لأنه أعلم جيداً أنه في صفات إيجابية أنا محافظ عليها المفتاح لهذا الإنسان أنه يعتقد جيداً أنه مهما كان فيه سلبيات عنده هذا لا يعني أنه إنسان فاشل أو إنسان سلبي طالما هو يركز على الإيجابيات التي عنده وبالتالي يتقبل النقد ويتقبل النصيحة